بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدهم وانتفع بسنتهم وسيرتهم إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين إن ربنا بر الرؤوف الرحيم أيها الأحبة الكرام حديثنا موصول في رياض القرآن الكريم ومع آيات الذكر الحكيم هذا القرآن الذي ضمنه الله تبارك وتعالى وصايا جامعة وحكما نافعة تنفع الإنسان في دنياه وتؤمن له آخرته وهذا بعد غائب عن كثير من الناس لا ينظرون إلى القرآن الكريم نظرة شمولية كما هو حاله فالقرآن الكريم هذا ليس كتاب عبادة يقرأ في الصلاة وتتلى آياته وانقضى الأمر إنما القرآن الكريم كتاب أنزله الله عز وجل ليكون له سلطان مستشر وفاعل في الحياة وصاياه تضمن للإنسان حياة سعيدة رشيدة لأنه كلام الله ووحيه إلى مخلوقه وشرعه إلى عبده أو إلى عباده وتؤمن هذه الوصايا ويؤمن هذا الكتاب للإنسان آخرته التي يلقى فيها ربه سبحانه وتعالى فتقف الآيات كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره لما بكى وهو يقرأ القرآن الكريم فسئل ما يبكيك قال لا تبقى آية من كتاب الله إلا جاءت تسألني فرضها يوم القيامة آيات القرآن تخاصم الناس تسألني فرضها إن أمرا هل اعتمرت وإن نهيا هل انتهيت من هذه الآيات التي لها أثر فاعل أو ينبغي أن يكون لها أثر فاعل في حياتنا وتملأ صدورنا طمأنينة ورضا في وقت ما أحوجنا فيه إلى شيء يسكن القلب ويهدئ النفس ويريح الضمير ويزيد الإنسان ثقة وطمأنينة بالله رب العالمين من هذه الآيات وهذه الوصايا قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وصية عظيمة نافعة للإنسان لها أثر بالغ في حياة من أخذ بها ولها أثر بالغ ونافع جدا في حياة من وعاها واهتدى بهداها وهي تعتبر قاعدة لها صلة وثيقة بأحد أصول الإيمان وأركان الاعتقاد وهو الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء والقدر والذي تزل فيه أقدام الكثيرين فيأتي أركان الاعتقاد الأخرى ويوثق إيمانه فيها جدا ويأتي أركان الإسلام لكنه عند هذه ربما يسقط أو يضعف أو تزل نفسه فيأتي القرآن الكريم مثل هذه الوصايا ومثل هذه الهدايا والهدايات ليملأ صدرك رضا ويبصرك بأمور حياتك وأنها منقادة لله رب العالمين طوعا طوعا أمور حياتك من تدبير الله وترتيبه سبحانه وتعالى وهذا الخبر المجمل فسره قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن مفارقة النساء فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تصور إنسان يرى بيته يتعرض للضياع مثلا أو خلاص تنفصل عروة النكاح بينه وبين امرأته خلاص ينتهي البيت لكن الله يقول سبحانه وتعالى طالما إنه قدر ألا يبقى هذين الزوجان قدر الله وقضى ذلك فيقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فهذا موضح للخير الذي ذكر في سورة البقرة إذن الإنسان قد تصدر أو تقع له من أقدار الله سبحانه وتعالى في حياته جوع حزن موت حادثة كما قدر الله سبحانه وتعالى ولا نبو أن نكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيمة قالوا إن لله وإن إليه راجعون ولو تأملت الآيتين لو وجدت أحدهما واقعة لو وجدت أحدهما واقعة في سياق حديث عن الجهاد والأخرى في سياق حديث عن مفارقة النساء إحداهما في عبادة جليلة تتصل بالدين والأخرى في أمر يتصل بالدنيا ما يدل على أن أقدار الله سبحانه وتعالى التي يكرهها الإنسان هي خير له إن شاء الله إن رضي وسلم فإما تكون تكفيرا لسيئاته وإما تكون رفعا لدرجاته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه والله عز وجل يقول كذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد فتأمل آيتين إحداهما تتكلم عن ألم بدني جسدي وهما يلاقيه المجاهد في جهاده والأخرى تتكلم عن ألم نفسي هكذا يأمر الله تبارك وتعالى العبد أن يوطن قلبه على السكون والركون والرضى والتسليم لله رب العالمين وأن يعلم أن قضاء الله كله خير وليتأمل قصة أم موسى التي ألقت ولدها في اليم كيف صبرت على هذا الأمر العجيب لكن الله أبدلها خيرا وأرضاها والله يعلم أنتم لا تعلمون وتأمل قصة يوسف عليه السلام تقلبت به الدنيا على جوانبها كلها وفي النهاية دار به لطف الله رب العالمين وبوأه الله المكانة العالية وأرضاه وجمع له شتاته مع أهله ووفق بينه وبينهم وقال هذا لطف من الله سبحانه وتعالى ثم سأل الله عز وجل الآخرة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بعدما أعطيتني الدنيا أعطني الآخرة وتوفني مع الصالحين ومن حرم نعمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى حرم الخير كله ونهاية الفصل والكلام في هذه القصة أو في هذه القضية أيها الأحبة الكرام أن العبد لا يمكن أن يسلم لله رب العالمين إلا بعد معرفته الكاملة بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يصدر عنه شيء عال عن الحكمة ولا بدون رحمة فهو الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى سأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة دنيا وآخرة وأن يشملنا وإياكم بعفوه وحكمته إن ربنا بر رؤوف الرحيم قل قول هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله تعالى خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر